هي مش عايزة تكون راجل من غير مفعال من غير ما هي بصي هي عشان عايزة الحياة انا قلتلك اول حاجة سبب ضعف الراجل يعني انا اعترفت بدا وانا مش مختلف عدها ولكن احيانا والراجل مكتمل رجلته وهو راجل قوي الست بيكون عندها رغبة في السيطرة او ممكن نسميها بلاش سيطرة ممكن نسميها اللي هي البرفاكشن او الكمال والمثالية هي عايزة كل حاجة تبقى مزبوطة فالراجل بفطرته لما بيعمل حاجة عارفة فكرة نغير اللمبة الراجل طالما اللمبة يعني فيه اربع لمبات واحدة تحرات مش مهم لمحروقة تمشي عايزة بالتلاتة فالستة تبدأ هي تقوم بالدور وتغير اللمبة فتدريجيا الراجل يتعود هي عودته على ان هي بتقوم بالدور الناقص فبعد شوية هو اعتمد على اللي تعود عليك ما هي دي مشكلة برضو ما هي دي مشكلة برضو احنا بنقع فيها احنا المشكلة معروفة عندك حق بديك انا مش عايزة اقول المشكلة فين انا عايزة اقول انه تعالي نحل المشكلة ازاي اوكي لان هي المشكلة واضحة ومعروفة في بيوتنا موجودة في بيوت كتير قوي فكرة انه الست هي اللي بتخلي الراجل يعتمد عليها في الاول بتكون مبسوطة في الاول بتكون سعيدة انه الراجل معتمد ان هي عارفة تعمل وان هي قادرة تخدمه ان هي بتحب تساعده ان هي جدعة وان هي بتقدمه فيتحول الراجل من شخص عادي لشخص معتمد على الست حقيقي لان هي بتقوم بدور مش دورها فتلاقي نفسها بتعمل الدورية بس فشوية شوية تبدأ هي ترجعه الوراء من غير ما تقصد هي عايزة كل حاجات بقى مظبوطة وهو لما بيعمل حاجة بتكون نقصة فتدري جين هي بترجعه خطوة الوراء خطوة الوراء بعد شوية تكتشف مع الوقت انه هي خدت ادوار كتير جدا اكبر من ادوارها نتيجة رغبتها في ان هي تحافظ على البيت بالشكل ده حلوة اوي وبالنسبة بقى الاستسلام وهو بيرجع وراء هو فين انا النهاردة كستة لو بيتم احتوائي بشكل مظبوط وبيتم التعامل معايا بشكل مظبوط وبيتقال لي لأ ده دوري وبيتقال لي لأ أنا اللي هعمل وبيقول لي لأ ارتاحي أنا اللي هعمل كذا كذا ما أنا مش هعمل وهو كمان متفرج طيب هي بتبقى بالنسبة للراجل فكرة التلات لمبات اللي شغالين واللمبة المحروقة انه اللمبة المحروقة دي عشان تتغير ده بيبقى بالنسبة للراجل احيانا كتير شكل من اشكال الرفاهية انه انا جاي من شغلي تعبان جدا فمش مهم مش مهم فهي قامت بالدور هي استعجلت انا عارف انه الرجالة في الغالب يعني خلينا نقول بصراحة او ببساطة انه الرجالة بتحب تكبر دماغها في احيانا كتير جدا فبالتالي هي ساعدته على انه يكبر بدل ما هو حابب يكبر دماغه لا هي خلته يكبر دماغه بشكل حقيقي لدرجة انه بقى اعتمادي يس بقى شخصي اعتمادي فهنا مين المسؤول عنده هيا بس هو كمان ما ساعدهاش مش عيزيني نحمل طرف اكتر بالمسؤوليته انا مش بحمل طرف احنا بنحاول ناردر مشكلة حين نحلها يس احنا طول الوقت بنقول ان الرجال هم الغلطانين لا والله الان مش بقول ان الرجال هم الغلطانين انا بقول ان الاتنين المفروض يكون عليهم دور لا هو يكون غلطان ولا هي تكون غلطان ولا هي تأثر ولا هو يأثر هي مش مسؤولة عنه هي في الآخر زوجة أو أنسة زي ما أنتي وصف فيها بالضبط فتدي للرجل فرصة أنه يعبر عن نفسه وعن رجلته بشكل بسيط من غير ما نضغط عليه أنه يرجع الورى وإحنا نقوم بالدور بتاعه بالضبط وهو ما يستسلمش للرجوع برضو هو لازم يحافظ على مكانه كراجل ويحافظ على ذكرته ويحافظ على تواجده كراجل في البيت لأن ما فيش بنته وما فيش ستة ما تحبش أن هي تكون مع راجل